الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربنا سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل الأنبياء والمرسلين جاءوا إلى الناس حتى يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له والعبادة التي لا تجوز لأحد دون الله سبحانه وتعالى هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وأمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته فما أمر الله عز وجل به لا يجوز لأحد أن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى لا الأنبياء ولا المرسلين ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الأحجار ولا الأشجار ولا غيرها من المخلوقات لا يستحق مخلوق من المخلوقات أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى وهذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها منها الدعاء قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم أمر بالدعاء فدل ذلك على أن الدعاء عبادة وكذلك دل قوله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دلت هذه الآية على أن الدعاء والسؤال لله سبحانه وتعالى عبادة وإذا ثبتت عبادة فلا يجوز لأحد أن يصرفها لأحد دون الله سبحانه وتعالى ثبت شيء من العبادات بالقرآن والسنة أنه عبادة لا يجوز أن يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام ولا من دونه من باب أولى والأنبياء والمرسلون كلهم جاءوا بهذه الدعوة دعوة التوحيد والذي لا يدعو الناس إلى التوحيد ولا يحذرهم من الشرك بل الذي لا يجعل ديدنه في واقع مثل واقعنا هذا تحذير الناس من الشرك ودعوتهم إلى التوحيد ليس على سبيل الأنبياء والمرسلين فهو إما جاهل لا يدري ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين وإما مغرط صاحب هوا كما ذكر ذلك العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى الذي لا يدعو الناس إلى التوحيد ولا يحذرهم من الشرك ولا ينهاهم عن المعاصي والمنكرات هذا ليس بداعية إلى الله فهو إما داعية إلى حزبه أو نفسه أو كرسيه أو غيرها من الأغراض الدنيوية لكنه لا يدعو إلى الله والدعوة إلى الله هي الدعوة التي كان عليها الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين ما له إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الأنبياء كانوا يناقشون الناس في معتقداتهم بورهم عديل الآلهة التي تعملها مع الله أن نحن أسعى الآلهة المنتشرة التي عُبدت وأُلهت بالباطل في زماننا القباب والأضرحة وأصحاب القباب والأضرحة زول عامل فيها داعية وبتكلم في التوحيد ما بيهبش معتقدات الناس بيه فوق فوق يتكلم بيه فوق فوق العبادة حقت الله كويس كلام طيب الدعاء حق الله كلام طيب ألبي أسأل سيد القبة ده ما بتتكلم فوقه ليه ما بتقول كلامه باطل ليه دي ما دعوة دعوة الأنبياء دعوة واضحة وصريحة ومناقشة لمحتقدات الأقوام قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم يذكر منه يذكر منه يذكر آلهتهم يقول لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تستحق السؤال ولا تستحق الدعاء ولا تستحق الرجاء ولا تستحق غيرها من العبادة دعوة واضحة بين صريحة أصحاب القباب من الأولياء أو أين الأولياء من الطالحين الذين عبدوا من أرباب الطرق الصوفية عبدوا مع الله عز وجل لا يستحقون شيئا من العبادة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا والتحدي من الله سبحانه وتعالى قائم إلى يوم القيامة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الذي يقصد غير الله من الموتى أو الاحياء يسأله الذرية يسأله الشفاء يسأله العافية يسأله الهداية يسأله الصلاح يسأله غيرها من المسائل التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى فقد صرف عبادة الدعاء لهذا المخلوق فوقع بذلك في الشرك بالله الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى قال الله عن المشركين قالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين المجرمين ضللوا المساكن الأدماء الحيران الليلة هنا يقول لك قم يا أخي ناديهم لي رجال الله البزيل البيت دمي ناديك مشرك وزي ما قالوا أخوانك السلان ما داري نادهم براهم كويس ناداتهم براك مشرك قد نادهم لك مشرك لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تجوز لا للصالحين ولا للطالحين ولا للأحجار قال الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال الله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا الله عنده عليك حق دار تركع تركع لأله دار تسجد تسجد لأله سبحانه وتعالى دار تسأل تسأل الله سجدت لغير الله سبحانه وتعالى ليه نبي ليه رسول ليه ملك ليه حجر ليه شجر لغيرها من المخلوقات فوقعت بذلك في الشرك بالله والله لا يغفر الشرك أبدا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرك بالله فقد افترى إثماً مبينا ومن يُشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا ومن يُشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطي أو تهوي به الريح في مكانٍ سحيق دي عاقبة الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو سؤال الموتى وسؤال المقبورين وسؤال المخلوقين مع الله سبحانه وتعالى والخوف منهم الليل لو جيت في حلقة من الحلقات أو في مسجد من المساجد قلت الشيوخ دل البعبدون مع الله سبحانه وتعالى أصحاب القباب والأضرحة قلت أنهم لا ينفعون ولا يضرون تجد كثير من الناس يرجف وخايف خايف ما لك تعمل لم نقص رزقك لم نقص صحتك لم نقص دينك الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء الأمر ما عند النبي عليه الصلاة والسلام الهداية عند الله الرزق عند الله الصلاح الهدى كله عند الله سبحانه وتعالى قال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس وأشرفهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله خزائن الله ما عندي لا الرزق عنده ولا الجن عنده ولا الصح عنده ولا الهداية عنده ولا العافية عنده كله عند الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولو كنت قال أعلم الغيب لستكثرت من الخيء وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فعذا والدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى من الناس ولا يرضى سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الإسلام هو سؤال الله سبحانه وتعالى الإسلام هو الركوع لأله السجود لأله الثبح لله لا لأصحاب البنية لا لأصحاب القباب لا للبرع لا المكاشف لا كباش لا غيره كلهم ما يستحقوا حاجة من العبادة كلهم مخلوقين كلهم ضعيفين محتادين لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد شأن كده شيخ الإسلام وهنا القصيدة ذي عجباني جدا طوالب أقوله كان عنده رسالة أرسالة لتلميذ ابن القيم رحمة الله عليه يقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالات والفقر لي وصف ذات دائما أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات لا أستطيع لنفسي جلب منفعة كلا ولا دفع المضرات قال والخير إن يأتنا من عنده قال وهذه الحال حال الخلق أجمعهم والخير إن يأتنا من عنده آتي ذا كلام العلماء وذا كلام الناس العفو ربهم سبحانه وتعالى ووحدوا الله عز وجل لكن تعال للمدعين الولاية والمدعين للصلاح كأرباب الطرق الصوفية المرغني يقول الكون أجمعه في كتاب الفيوض في يوض البحور المطلاطمة في شرح راتب المرغني قال الكون أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاد من محاسيننا أيوب لما دعانا عند بلوته أدابه الله إجلالا لرفعتنا عشان ما تقول ده بيتكلم عن الله وما في صالب يحق له أنه يتكلم بحال الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا بسوي وانا بسوي يقول أنا على الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز عشان تعرفوا وفي واحدين بلفلفوا يدوروا يقول لك لا يمكن قاصد الله قال نحن المراغنة الأخيار من قدم الختم مننا وغوث الكون خادمنا قال الكون ده كله ما أسكنه في الدينه ونزلوا في الانتخابات طيب أنت السودان ما أسكنه تمسكوا الكون كيف ما لكم نازلوا في الانتخابات يا أمرغنية ما عندهم شيء كذلك صاحب الطريقة القادرية إسماعيل القادري بيقول مريدي تمسك بي وكن بي واسقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظا ما يخافه فكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة دال دعا الضلال دال البضي عدينة أصحاب الطرق الصوفية والذين يسكتون عنهم من مدعين السنة والمترسمين والمتزيين بزي السنة هم مثلهم إن لم ينكروا عليهم وإن أقرهم على باطلهم هم مثلهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فالإنسان لو حضر المنكر وحضر الباطل بتاع الصوفية دو سكت وغش الأمة وما ورهه ما أنكر عليها الباطل داء الله سبحانه وتعالى يعاقب بما يعاقب به أصحاب المنكر والله أعلم وصلى الله وسلم عبد الله وبركاته